شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا في الحلقات الماضية يدور حول العوامل الكامنة وراء غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجاه أو وراء استمرار هذه الغيبة وقد مضت خمسة عوامل أما العامل السادس من عوامل استمرار الغيبة فهو يرتبط بمفهوم قرآني له أهميته في المجالات العقائدية أو العقدية كما له أهميته في المجالات الاجتماعية وهذا المفهوم هو مفهوم التزيل مقدمة نتحدث على نحو الإجمال عن هذا المفهوم هناك آية في القرآن الكريم في سورة الفتح الآية رقم خمسة وعشرين الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية المباركة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما التزيل في اللغة عبارة عن التفرق والبينونة ومفهوم هذه الآية الكريمة ولو بقرينة بعض الروايات الواردة في المقام أن إحدى السنن الإلهية الحاكمة في هذا الكون أنه أنه لو كان هناك مجتمع اختلط في هذا المجتمع من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب السنة الإلهية أن النقمة لا تنزل على هذا المجتمع الله تعالى سبقت رحمته غضبه هذه شعبة من شعب الرحمة الإلهية طبعا من الممكن أن تتدخل هناك عوامل أخرى فتحل النقمة ولكن هذا بحث آخر يرتبط بتقاطع السنن الحاكمة في هذا الكون أهل مكة اختلط فيهم من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب النبي صلى الله عليه وآله كلمات النبي دعوة النبي كان لها من القوة والتأثير والفاعلية ما أثر في القلوب النبي الآن بعد 1400 عام ما جاء رجل في التاريخ له هذا التأثير في كتاب مئة أوائل أو المئة الأوائل هذا الرجل المسيحي يقول ما عندنا شخصية في التاريخ أثرت هذا الأثر كتأثير رجل أمي يعيش في تلك الصحراء القاحل ما كم يقول مع أنه أنا مسيحي ولكن المسيح ما كان له هذا التأثير العظيم أحد الإخوة كان جاي من بلاد الغرب كان يقول الغربيون يتعجبون من شيئين الشيء الأول الحج إحنا الآن في أيام الحج الآن أشهر الحج حج وجد هناك رجل أمي في صحراء مكة أمر الناس بالحج وإذا بملايين الناس عبر مئات الأعوام يتدافعون إلى هذا الحج مع متاعب الحج التي تعرفونها شلون متاعب يبذلون الأموال يتحملون الجهود يسافرون من بلد إلى بلد بلد آخر وكلهم وكلهم يقول لبيك اللهم لبيك هاي كلمة هذا الرجل شلون أثرت في هذه الملايين يمكن تفسرون ذلك بغير نبوة النبي صلى الله عليه وعليه نبي مرتبط بالله وإلا فد واحد أمي يقول كلمة ما يأثر في أولاده ما يأثر في زوجته هذا الشيء الأول الذي يتعجب منه الغربيون الشيء الثاني شهر رمضان النبي قال صوموا وإذا بملايين الناس يمتنعون شهر كامل من الفاجر إلى المغرب عن شنو عن الطيبات التي ألفوها يقول هذا مثار تعجب تعجب شديد أيضا حق نية النبي صلى الله عليه وآله حتى كانت تؤثر في قلب ألد الأعداء لذلك مع كل الجو المضاد الموجود في مكة النبي صلى الله عليه وآله كان حاكما على القلوب النبي في المدينة صلى الله عليه وآله أهل مكة بكل قوة حفظوا هذا الظاهر ولكن الباطن كثير من الأفراد في مكة نفذت في قلوبهم كلمات النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا ولكن الجو العام ما يخليهم يظهرون إيمانهم وولاهم مؤمن واقع رجال كانوا قد آمنوا في مكة ونساء كن قد آمن في مكة الآن الآن كثير من الأفراد يؤمنون كثير من الأفراد حتى من الكبار يؤمنون ولكن يخفون إيمانهم لأنه الجو العام يضغط عليه الحق إلى هذه القوة وإلى هذه القدرة إذن هذا المجتمع المكي الآن خليط من مؤمنين وكفار وهؤلاء الكفار يستحقون حلول النقمة الإلهية ولكن القرآن الكريم ماذا يقول يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الجريمة الأولى الكفر الكفر أعظم جريمة الله الذي أنعم علينا بالوجود الله الذي كل وجودنا وكياننا وكل نعمنا يرتهن بهذا الله واحد يكفر بالله إن الشرك لظلم عظيم هاي الجريمة الأولى هم الذين كفروا الجريمة الثانية وصدوكم عن المسجد الحرام ما خلوا المسلمين أن يذهبوا إلى المسجد الحرام الجريمة الثالثة والهدي يعني منعوهم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محله هذه الجرائم الآن تؤهلهم لحلول النقمة الإلهية ولكن ولولا رجال مؤمنون أكو هناك رجال مؤمنون في مكة ونساء مؤمنات ولكن هؤلاء مختفون لا يظهرون الأجواء العامة لا تدعهم لا تدعهم يظهرون إيمانهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم معرة يعني تبع تبع بعدين واحد يفتهم أنه قتل أخاه المؤمن دية يجب عليها أن يعطي الدية التعيير أنه أنت قتلت إخوانكم المؤمنين لأن القضايا بعدين تنكشف ليدخل الله في رحمته من يشاء الشاهد في هذه الكلمة لو تزيلوا يعني حصلت هناك البينون المؤمنون كانوا في مكان الكفار كانوا في مكان آخر التزيل البينون والتفرق والتميز لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وهناك رواية مذكورة لعله يظهر منها أن هذه سنة إلهية عامة وأنها ليست قضية شخصية محدودة لا سنعة هذا هو المعنى الظاهر لهذه الآية المباركة هناك معنى باطن وهذا المعنى الباطن أشار إليه أهل البيت صلوات الله عليهم في الروايات المأثورة عنه هذا المعنى الباطن دققوا لا ينافي هذا المعنى الظاهر وإنما يضيف بعدا آخر إلى هذا البعد الظاهر إما من باب استخدام اللفظ الواحد في معنيين وإما من باب البطون الكلمة لها ظاهر ولها بطن وإنما يعرف البطون من خوطب بالقرآن الكريم وإما من باب أن هذه السنة الإلهية تعتمد على ملاك معين هذا الملاك موجود في ذلك المعنى الآخر الملاك يعني العل الكامن السبب الكامن ما هو السبب الكامن في هذه السنة الإلهية تققوا السبب السبب الكامن ما يمكن أن نعبر عنه بأصالة الرحمة الإلهية أصالة الرحمة هذا الملاك أصالة الرحمة كما يوجد في مجتمع اختلط فيه المؤمن والكافر واختلط فيه من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب أيضا يوجد في موضع آخر ومنطقة أخرى وتلك المنطقة الأخرى إذا فرضنا أن هناك من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب ما كانا متعاصرين في زمان واحد وإنما كانت تفصل بينهما الأزمنة بين من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب هناك فاصل زمني ولكن هذا الذي يستحق العذاب كان واقعا في سلسلة العلل الوجودية لمن لا يستحق العذاب يعني الجد الأعلى يستحق العذاب ولكن يوجد في أصلابه من لا يستحق العذاب يوجد في أصلابه ولو البعيدة رجل مؤمن إهنا شنو هل تجري هذه السنة الإلهية حتى إذا فرضنا ظاهر هذه الآية المباركة ما يشمل هذه الحالة ولكن ملاك الآية المباركة يشمل هذه الحالة ملاك الآية ما هو أصالة الرحمة أصالة الرحمة موجودة في المقام وموجودة بطريقة أولى لأنه في مثال أهل مكة إذا كان ينزل العذاب على الجميع ما الذي كان يحدث الشيء الذي كان يحدث أن مجموعة من المؤمنين كانوا يقتلون كانوا يحرمون من نعمة محدودة موقتة ولكن في هذه المنطقة الثانية إذا نزل العذاب هذا معنات حرمان أولئك من نعمة الوجود المطلقة العدم موحش العدم الجزئي فكيف إذا كان العدم عدماً كلياً يعني عدم العين موحش عدم الأذن موحش أما العدم الكلي يعني الفناء المح الإنعدام المطلق قد لا يمكن أن تقارن وحشته بوحشة الأعدام الجزئية ذلك الذي يستحق بعد ألف عام يستحق أن يفيض الله سبحانه وتعالى عليه نعمة الوجود الله لا يأخذه بذنب جده الأعلى لأن إذا هذا استؤصل بالعذاب الإلهي السلسلة متتواصل إلى أن تصل النوبة إلى ذلك المنتظر الله سبحانه وتعالى يبقي هذا الجد يبقي هذا الأب ليش كرامة لذلك الحفيد المنتظر بعد ألف عام هذا أيضاً مصداق من مصاديق أصالة الرحمة الإلهية أكو في القرآن الكريم لعله إشارة خفية إلى هذا المطلب إشارة خفية لعله تجدون في القرآن الكريم لهذا الموضوع أين القرآن الكريم في سورة نوح لاحظوا هذه الآية وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديار إنك انتذرهم يضل عبادك وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا شنو معنى هذه الآية يعني بعد انتهى الأمل بعد أمل ماكو مو فقط ماكو أمل فيهم في أحفادهم في أولادهم بعد ماكو أمل يَا اللَّهُ يَا اللَّهِ خَلْ يَنْزِل العذاب لاحظوا الآية وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك انتذرهم يُضل عبادك ولا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا انتهى بعد إلى الأخير بعد ماكو هناك مؤمن في ذريته وهناك رواية أيضا في تفسير البرهان المجلد رقم ثمانية لاحظوا هذه الرواية عن صالح بن ميثام صفحة مية وثلاثة وثلاثين قلت لأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر ما كان علم نوح عليه السلام حين دعا على قومه أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا من أين عرف نوح ذلك فقال الإمام الباقر أما سمعت قول الله عز وجل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن راجعوا سورة هود وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك هنا بعد مقدمات العذاب بعد ما كوا أمن هذه لعلها إشارة خفية إلى هذه السنة الإلهية في شكلها الثاني الشكل الأول في جماعة يجمعهم زمان واحد السنة الإلهية في شكلها الثاني في جماعة بينهم فاصلة زمنية ولكن بعضهم يقع في سلسلة العلل الوجودية للآخر في هذا المجال هناك بعض الروايات التي تصرح بوضوح بهذه السنة الإلهية في شكلها الثاني إحدى هذه الروايات في البحار المجلة تسعة وعشرين في هذه الطبعة اللي عندي صفحة ميتين وثمانية وعشرين ولكن في بعض الطبعات الأخرى في صفحة أربعمية وثمانية وعشرين تختلف الطبعات عن الكرخيه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام أَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ قَوِيَّا قَوِيًّ 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 في أمْرِ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهَ عَلَيْهِ قَوِيًّ مِنَ النَّاحِيَ الْبَدَنِيهِ وَكَانَ أيضًا قَوِيًّ مِنَ النَّاحِيَ الْرُوحِيِّةِ لَوْ تَظَاهَرَتِ العرب على قتالي لما وليت عنها فقال له أبو عبد الله عليه السلام بلى قال فما منعه أن يدفع أو يمتن عندما تحركت الأحداث بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في غير ذلك الخط الذي خطه رسول الله تحركت باتجاه آخر ليش أمير المؤمنين صلى الله عليه لم يقوم كان يتمكن أن يقوم قال قد سألت فافهم الجواب منع علي من ذلك آية من كتاب الله فقال وأي آية ماكوه الشكل آية في القرآن في النظرة العادية ولكن أهل البيت صلى الله عليه يستخرجون بطون القرآن بالنحو الذي شرحناه طرحناه طرحنا ثلاث فرضيات إما أن يكون من باب استخدام اللظ في معنيين أو من باب البطون وإما من باب الملاك والعلة الكامنة فقال وأي آية قال فقرأ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا هذه الآية في سورة الفاتح إِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ فِي أَصْلَابِ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمُنَافِقِينَ فَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَقْتُلَ الْآبَاءَ إذا كانت تحدث هناك معركة الآباء كانوا يقتلون حتى يخرج الودائع إذا المعركة كانت تقوم مجموعة كانوا يقتلون معركة شديدة أيضا لأن تمدها عوامل المشركون أبو سفيان غيرهم كانوا يغذون هذه المعركة الروم وإذا كان هؤلاء الآباء يقتلون أولئك الودائع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أصلاب هؤلاء كانوا ينتهون إذا الأبو قتل الخط ينتهي إلى يوم القيامة إحنا كل واحد منا أكو فد خط من أبونا آدم إلينا هذا الخط ممتعد كل واحد يعتبر معد للوجود اللاحق وأكو خط يبتدئ منا بإذن الله في ذرياتنا إلى يوم القيامة إذا فد مكان يحدث خلل كل هذه السلسلة تنقطع إذا في نقطة يحدث خلال فلما خرجت ظهر على من ظهر وقتل بعدما تلك الودائع خرجت وأمنت أفرضوا ولد من هذا الأب ولد هذا الولد يمثل الامتداد الوجودي انتهت القر وجاء الإذن الإلهي وَكَذَلِكَ مَهْدِيُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ باللفظ الآخر الذي يقام لأجله صلوات الله وسلامه عليه وَكَذَلِكَ مَهْدِيُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَنْ يَظْهَرَ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَ وَدَائِعَ اللَّهِ يعني شنو؟ الآن وصلنا إلى الجوام الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يظهر إذا ظهر وهذه الودائع لم تكن خرجت لم تكن ظهرت خرج في غير الوقت ما الذي يحدث؟ هناك طريقة الطريق الأول أن يقتل هؤلاء الآباء الخط الأموي قام ضد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مثل ما سوى الآن في العراق شفته الخط الأموي ماذا فعل؟ قام ضد الإمام المهدي وأخذ يسوي تفجيرات واغتيالات وسيارات مفخخة الإمام المهدي صلوات الله عليه أمامه طريقان الطريق الأول أن يترك هؤلاء يفعلون ما يشاء ما الذي يحدث؟ الدور الذي يفرض لهذا النظام الواقع الذي يجب أن يقوم عليه هذا النظام ما يتحقق نظام يجب أن يكون نظام العادل نظام الإيمان نظام الاستقرار نظام الأمن وجود هؤلاء الخط الأموي وأمثاله ما يخلي هذا الهدف الذي تحلم به البشرية أن يتحقق الطريق الثاني أنه يدخل في معركة مع هذه العناصر المفسدة ككل نظام وككل دولة عندما جماعة يفسدون ماذا تفعل؟ أي دولة من الدول طبعا تقف أمام هؤلاء إذا جماعة هاجموا قطعا تدافعوا هذا شي طبيعي منطق مشروع في كل العالم إذا قتل هؤلاء الآباء معناه أن أولئك الأبناء الذين وجودهم يتوقف على وجود هذا الأب انتهى ونعدى فإذا لابد أن يوقت الظهور بنحو اللي لا يصطدم بأحد هذين المحظورين وهناك أيضا مجموعة من الروايات الأخرى إذا حبيتوا راجعوها في البحار في هذه الطبعة نعم صفحة ميتين وثلاثة وثلاثين الحديث رقم خمسة وعشرين وحديث ستة وعشرين وحديث سبعة وعشرين هذا الحديث رقم سبعة وعشرين ربما يدل على أن هذه سنة إلهية وليست قضية شخصية خاصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذب الذين كفروا يبدو أن هذه سنة إلهية عامة هذه الفكرة فكرة التزيل ترشدنا إلى ثلاث حقائق الحقيقة الأولى أصالة الرحمة الإلهية وأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبا القضية الثانية وهي قضية اجتماعية الأولى قضية عقائدية أو عقدي القضية الثانية وهي قضية اجتماعية مهمة أنه لا توجد هناك حتمية حتمية ماك الأب أو الجد مهما يكون بعيد الإبن الحفيد هل يشترط أن يكون على خطى أجداده وآبائه أبدا حتمية ماك الوراثة لا تمثل حتمية البيئة لا تمثل حتمية مجرد مقتضي والفرد له الاختيار الكامل والحرية الكامل الحقيقة الثالثة التي ترشدنا إليها فكرة التزيل الواردة في القرآن الكريم أنه لا يوجد هناك يأس إطلاقا هل يمكن يهودي يتحول إلى مسلم هاي إحدى الأشياء التي غفل عنها المسلمون دعوة اليهود إلى الإسلام يمكن يهودي يصير مسلم إذا هو ما صار مسلم ابنه يصير مسلم حفيده يصير مسلم الوالد رحمه الله عند كتاب هؤلاء اليهود يمكن كتبه قبل خمسة وأربعين عام أو أكثر إحدى الأشياء التي كتبها هناك دعوة اليهود إلى الإسلام يهود بشر أكو فيهم مجرمون ولكن بشر في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم من اليهود أسلموا؟ في حديث في الكافي على ما أتذكر موجود على أسر تشريع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فأسلم عامة اليهود في قضية بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في حوار هذا الحوار مذكور في هامش الفرائد ورأيت كتاب ينقل هذا الحوار يقول فعلى أسر هذا الحوار أسلم مئة ألف واحد من اليهود وفرضوا الرقم مبالغة عشرة آلاف وفرضوا مئة واحد فرضا إذا هذا الرقم مبالغة مئة واحد إذن ممكن التحول إذا واحد يلاحظ التحولات التاريخية هؤلاء الغرب يمكن في يوم من الأيام أن يسلموا نعم هي هذه البلاد الغربية يمكن أن تكون في يوم من الأيام كلها بلاد إسلامية وهذا هو الشيء الذي تخشى منه الصهيونية العالمية يخافون يقولون في عام خمسين ميلادية لعل معظم أوروبا يصيرون مسلمين الطابع العام هذا ليه دا يخشون منه ودا يتحركون لبلاد أنا أذكر كم نموذج لكم من التحولات التاريخية التي حدثت هذه التحولات تعطينا الأمل وتبين أنه ممكن بعض الأمثلة ما يمكن أن نذكرها في هذا المقام فنتجاوزها إلى الأمثلة الأخرى الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الرجل السفاك معروف بعد الحجاج يقال لو جاءت كل أمة بطواغيتها وجئنا بالحجاج لرجح عليهم جميعا هذا الحجاج الله بقى ليش؟ لأن أكو في ذرية هذا الحجاج رجل من موالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قايلين عن فرد زمانه في مدح أهل البيت وولاء أهل البيت وهو المعروف بابن الحجاج شاعر معروف وهو صاحب القصيدة المعروفة اللي تقرأ يا صاحب القبة البيضة على النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفي هذا حفيد الحجاج وعندما أراد أن يموت أوصى بأن يدفن عند رجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه تحت رجل الإمام الكاظم وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد هذا اللي جد كان سفاك لدماء شيعة أهل البيت يقول أنا كلب أهل البيت وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد الآن مدفون عند رجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه حفيد الحجاج السندي ابن شاهك هذا الرجل المعروف الذي يقرأ الخطباء مواقفه مع الإمام الكاظم صلوات الله عليه كلش رجل حقودك هذا حفيده من أحفاده أحد الشعراء الموالين لأهل البيت والمجاهدين في سبيل أهل البيت وهو الذي يعرف في التاريخ بكشاجم معروف شوفوا في الغدير ترجمة كشاجم سعد الخير سعد ابن عبد الملك الإمام الباقر سماه سعد الخير هذا من الشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن من بني أمي من أحفاد مروان في البحار جزء 46 صفحة 337 دخل سعد ابن عبد الملك على أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه فبين ينشج كما تنشج النساء أخذ يبكي مثل ما النسوان يبكون فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد ليش تبكي قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن فقال له لست منهم أنت أموي مننا أهل البيت أموي ولكن مننا أهل البيت أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني أنت مننا صلاح الدين الأيوبي اقروا التاريخ شوفوا صلاح الدين الأيوبي أي مجرم مو فقط بحق أهل البيت بحق الإسلام وبحق العروبة وبحق الوطن أي خيانات فعلها اقروا التاريخ هذا الذي قتل وسفاك أي سفاك بعض المحققين كتبوا كتب تحقيقية حول صلاح الدين الأيوبي تحقيق تاريخي مو من باب الهجوم من باب واقعية تاريخي هذا ابن المباشر ابن ابن علي ابن صلاح الدين الأيوبي هذا من شيعة أهل البيت ومن موالي أهل البيت حكم دمشق بعد أبيح طبعا سووا مؤامرة ضده قال ابن الأثير هذا المطلب أن قلوه عن كتاب الأعلام جزء خمسة صفحة ثلاثة وثلاثين قال ابن الأثير كان من محاسن الزمان علي ابن صلاح الدين الأيوبي خيرا عادلا فاضلا حليما كريما لم يكن في الملوك مثله وعند قصيدة هذا علي ابن صلاح الدين الآن ما أقرأ كل القصيدة راجعوها ولكن آخر بيت في هذه القصيدة يقول فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأولي والقضايا في التاريخ في هذا المضمار كثيرا هذا هو البعد الثالث بعد الأمل للعاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى على التغيير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَا الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِ فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ولم ينفقق الضوء ترجمة نانسي قنقر